حسبي الله ونعم الوكيل علي كان السبب لا يملكنا سوى الدعاء غابت الأعياد والأفراح عن أمهات المعتقلين بغياب فلذات الأكباد تمر الأعياد والأمهات والزوجات يمنينا النفس في كل عيد يأتي أن يكون الفرج قريب فأغلب المعتقلين بحسب ذويهم انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب والتهديد يوالله عذبوهم مخبر سري بسبب مخبر السري ورمان حكمه صعد على القاضي قال لذول الولد أنا ظلامتهم وجبتهم قال لك ذول الولد حكمه وروحه قال لذول الولد أبرياء أنا ظلامتهم وجبتهم بسبب مخبر السري ولدنا السجنة ومخبر السري يطارد بكيفة تهم كيدية وأحكام اعتبرها ذوهم جائرة وظلمة وذوهم يطالبون بتدخل أممي بعد أن قطعوا الأمل بإنصاف معتقليهم معتبرين أن أغلب المنظمات الدولية تعرف جيدا ما يدور داخل السجون العراقية والله كلهم تهم كيدية وكل ظلم بظلم وحكومتنا عبد ما سمعتهم وحتى القاضي ما يقبل يسمعهم شي يقولون ولا يشوف أثار التعذيب بيهم أطالب من المنظمات الدولية والأمم المتحدة يدخلون بهذا الشيء لأن حكومتنا كل شيء ما يسوي ويعرفون شنا السجن وشنا الظلم وشنا الضباط والتصارفاتهم ومغلسين على هذا الحجي كله المنظمات الدولية تعرف جدا يصير؟ أي يعرفون جدا يصير كل ظلم وتعذيب داخل السجون وأكل ماكوه وبالناصرية كله مقصرين عليهم يجيبونهم التشريبة جلودة ما الدجاج وأكل فايت يعني أكل فايت ما ينقل باعتراف وزارة العدل باكتظاظ السجون بنسبة وصلت إلى 300% يطرح تساؤل هل ستكون هناك إجراءات حقيقية لإعادة محاكمة الأبرياء وتخفف هذه الأعداد على أقل تقدير من صلاح الدين براك العام قناة الفلوجة